خلينا نروح للأجواء اللي حصلت الأسبوع اللي فات طبعا كانت مباراتين فطبعا احنا عندنا دايما دايما فقرة فاروم بنستعرض فيها الأخطاء التحكمية ودايما هنا الفكرة مش بنجيب رأي خبير تحكيمي عشان يقول الكرة دي صحة أو غلط وعلى كده لا احنا هنا بنترح الموضوع بزاوية مختلفة تماما بعين تانية خالص برؤية مختلفة تماما اعتقد فارس كان فيه أخطاء تحكمية في نصف النهاية الأفريكي عن مباراتين احنا الفاروم بتاعنا محدش يقدر يعترض فيه يعترضوا في الفاروم التاني نام احنا ما عندناش حد بيعترض لان احنا بنوصق كل كلام احنا بنقوله نشوف اول حدث يخص النادي الاهلي وهو راكلة الجزاء اللي اتحسبت على الشناوي نطلع ونشوف القراءة كانت فيه ايه ونرجع نعقل هو حسب راكلة الجزاء كان بعد كده من وجهة ناظر وان فيه احتكاك مهاجم آآ الفريق المغردي مع الشناوي اما حكم الفيديو باملك طبعا حكم الاسيوبي طبعا وحكم ممتاز كلنا عارفينه نداه طالما ان حكم الفيديو كابتن امراهيم زي ما حضرك عارف بيناديك يبقى خلاص عنده ايه فيه رأي مختلف ثانية واحدة يعني الكرة دي ايه انا يعني ما فيهاش راكل الجزاء ما فيهاش ايه راكل الجزاء ما فيهاش راكل الجزاء عند النادي انا ما فيهاش راكل الجزاء خالص ما فيهاش ضرب جزاء لعبة الجزالية الاكتر جزالية ضرب الجزاء راكلة جزاء التي احتسبت ليا خرار مخالف الحكم انا لو حسب خطأ حسب خطأ على المهاجم حالة مرتاحة ايه بس الحكم بتاع البرأة وتعالى دي مش ضرب الجزاء اه ان هو حاجة بفارة دي رؤية اخرى بداني مصد دعاء. انا كنت منتظر. انا هو اياه الخرار تاني. ايه اللي از جنبه القنط غير في الخمساشر سنة اللي اعتذلت فيها الاخيرة دي. احنا كلنا بنتفرج على المباراة وضمنين ان سي كازوي هيحسب حاجة على النادي الاهل. ما عندناش شك في ده. اللعبة عارف يا اسامة فكرة انا مستني. يعني مستني اللقطة ومستني اي احتمالية فيها. الفار راجعوا انا مصمم على القراري. ولكن يعني سبحان الله. ضربة الجزاء بتضيع انا في رأيي. عارف لو كان ضربة الجزاء دي ما جادش وضعت والنتيجة واحد صفر. لعيبة الوداد معنويا ما كانوش حينزلوا بالشكل ده. بعد ضياع ضربة الجزاء على ملعب الوداد. في اللحظة دي انا كن شاف ان لعيبة الوداد مقتنعين تماما ان اليوم ده مش يومهم. وفرقت معانا بقفاز الشناوي اللي بجاد. ربنا يا حميك يا ابني فعلا كل كلمة دعم ليك هي قليلة. بس ان شاء الله لحد ما ترفع البطولة يكون التتويق. باذن الله تكمل على خير ودايما احنا هنا بنتكلم بكل الرؤى. فكان في حكم اخر او خبير تحكيم اخر. له تعقيب او له رأي في دور نصف النهائي سواء الاهلي والوداد او الزمالج والرجاء. نسمع ونرجع. وانا بسعدني ان انا يكون معايا ديرموت جالجر واحد من اهم الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سألته على الكرة الاول بتاعت احمد عيد. الكرة اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي انا شايفينها قدامنا. وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني. بس الراجل بيقول ان هي بانالتي على احمد عيد لصالح الرجاء. انا والله ما اتكلمتش معها قبل. هو ما اعرفش هو كان هيقول ايه. بيقول ان الكرة اللي على الاهلي بتاعت الشناوي ضرب الجزاء مية في المية لان حصل احتكاك موجود. عشان احنا هنا بندي كل دي حق نحقه. احنا هنا قبل كده جبنا الكابتن ميدو على جهاز كشف الصد. لكن لما يجيب او يجتهد ويجيب حكم او خبير تحكيمي بالشكل ده. هو طبعا يقول والله انا ما اكلمته. لان انا الرسالة طبعا وصلة لجامير نازمك انا ما اعرفش ان هو هيجي وراتنا في راكلة جزاء او حاجة زي كده. لكن في النهاية في خبير تحكيمي قال ان راكلة جزاء النادي الاهلي هو الايثنك. يعني هو بيعتقد ان هي راكلة جزاء. اما عند راكلة جزاء الرجاء قال يعني 100% راكلة جزاء. وهنا نقطة تانية خالص من فكرة الفار. فكرة الموضوعية. الموضوعية اللي كمان بتتنقل طبعا فيه اعلام قوي جدا منافس بيقدر يصدر المظلومية التحكمية لكل الدول العربية. لكن اعتقد اللي بيحصل في نصف النهائي اعتقد الموضوع هنوضحه صوت وصورة عشان فكرة الموضوعية دي مهمة جدا يا فارس. لان زي ما ميدو كان جاي بحكم موضوعي ونقول برضو ان ميدو كان موضوعي فانه ما اتكلمش معاه او حاولي اثر عليه. بالتالي برضو كان فيه اشخاص اخرين اعتقد افتقدوا الموضوع ايه. اشتركوا في القناة